موسيقى راح اتكلم عن معجزة اخرى حدثت في كفر نحوم وهذه المعجزة حدثت في هذا المجمع مجمع اليهود في كفر نحوم وهذه المعجزة هي اخراج الروح النجس في المجمع في مكان العبادة في المجمع في كفر نحوم خدمة يسوع المسيح كانت متنوعة قوية وبسلطان مكتوب عن يسوع كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجمعهم ويكرز ببشارة الملكوت كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب وكان يخرج الارواح النجسة الارواح الشريرة بكلمة بسلطان الكلمة خدمة يسوع المسيح كان يخرج الشياطين وهذه كمان جزء من ارسالية المسيح تحرير النفوس المعذبة والمقيدة بأصفاض وأغلال وقيود العبودية حدثت هذه المعجزة في المجمع وتخيل معي هذا المجمع الكبير المزدحم بالناس وأنه لما بيدخل يسوع حيث وجد يسوع حضور يسوع المسيح لابد أن تدركه الشياطين واحدة من الأشياء الحلوة في المؤمن الحقيقي المؤمن المقدس أنه حتى الشياطين ممكن تعرفك وإذا ما بتعرفك معناته في شيء غلط في حياتك أنت ممكن تكون مستمر في الخطيئة المسيح كان يخرج الشياطين وكان يحرر النفوس المقيدة مرة أخرى كان في مجمع وكان في امرأة منحنية عندها انحناء لكن لاحظ كلام يسوع وهي ابنة إبراهيم وقد ربطها الشيطان ثمانية عشر سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط تعرف حبائي شيء خطير جدا أن نرى نشاط شيطاني في أماكن العبادة وتخيل أنه المؤمنين عند برنمه والشياطين عم ترقص تخيل أنه المؤمنين عم بيتكلموا بكلام الله وعم يعني الشياطين عم بقولوا يا مرائي يا مبالغ يا إلى آخره فشيء خطير جدا أن تكون تحركات شيطانية أو دربات شيطانية في أماكن العبادة شيء طبعا خطير جدا أن يكون هذا النشاط الخليط بين النجاسة وبين القداسة بين العبادة بالروح والحق أو العبادة في الجسد العبادة النافلة أو العبادة الباطلة كما يقول الكتاب هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه مبتعد عني جدا باطلا يعبدونني فإذن أحبائي خدمة يسوع المسيح هي خدمة التحرير فقد حرر مثلا ابنة المرأة الكنعانية من مسافة حررها من الشيطان الذي كان يعذبها ومرة أخرى حرر غلام كان يزبد في علامات شيطانية للشخص المسكون بتظهر من عنيب بتظهر من صوته بتظهر من الزبد اللي بيطلع من فمه بيلقي نفسه في النار في الماء وأيضا بيكون مؤزي لنفسه ومؤزي للآخرين يتكلم بأصوات وبصيغة الجمع وهكذا مثل ما منسمع عن هذا أتيت لتهلكنا قبل فوات الأوان مرة أخرى المسيح في العبر الآخر من بحيرة طبرية تقابل مع شخص كان مسكون بكتيبة كاملة من الشياطين ألاف الشياطين وكان مسكنوا القبور وكانوا حتى يقيدوا بالسلاسل كان يقطعها وكان شخص خطير مؤزي لكل من يمر من تلك المنطقة كان يجرح نفسه الضربات الشيطانية شيء خطير جدا وفي الخدمة عدة مرات منشوفها في وقت تحرير النفوس المعزبة تتحرر من الشياطين طبعا باسم الرب يسوع المسيح يسوع المسيح كان يحرر النفوس المعزبة المقيدة هذا الشيطان هذا الشيطان أو هذا الشخص صرخ ما لنا ولك يا يسوع الناصري يعني بكلمات أخرى شو جابك على هذا المكان أي توافق بيننا ما في أي توافق أو كما يقول الكتاب أي اتفاق للمسيح مع بلعال واحدة من أسماء الشيطان لا يوجد أي شيء مشترك بناتنا بيجمعنا هو شيطان والشيطان اعترف أنت قدوس الله اعترف بخلو المسيح من أي خطية فالمسيح نور لا يدنى منه فهو قدوس الله كما شهد الملاك للقديس المطوبة مريم العذراء الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله خايل صرخ ما لنا ولك يا يسوع الناصرة ما في أي شركة للظلمة مع النور أتيت لتهلكنا مع أنه خدمة المسيح يقول للكتاب عنه ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد أهلك جاء المسيح لينقذ ليخلص ليحرر ليعطي حياة حياة أفضل جاء ليشهد للحق جاء نورا للعالم النور الحقيقي نور الأمم أتيت لتهلكنا كان عارفين مصيرهم الشياطين حتى لما أخرج الشياطين من لاجئون طلبوا إذن من يسوع المسيح لأنه لازم يسكنوا شيء فحتى لو كان حيوان المهم يعني لازم يسكنوا نفس فإذن أحبائي قال الشيطان أنا أعرفك أنت قدوس الله فعلا المسيح قدوس والشياطين شهدت لسلطان المسيح شهدت أنه قدوس الله شهدت للهوت المسيح أنه ابن الله شهدوا لسلطان المسيح أنه يقدر أن يخرجهم ويهلكهم في نفس الوقت أدركوا سلطان المسيح أدركوا علم المسيح أدركوا قدرة المسيح أدركوا لهوت المسيح لكن أحبائي المسيح لا يحتاج إلى شهادة الشياطين وليس عجبا أنه الشيطان بيشهد لخلو المسيح من الخطي وبينما كثير من المسيحين اليوم عم بحاولوا يتحاوروا أنه المسيح ممكن يتجرب في الخطي مع أنه نور لا يدنى منه قدوس الله استحالي أن يخطئ فمكتوب الشياطين تؤمن وتقشعر ولكن العديد من الناس لا تؤمن بيسوع المسيح حتى هذا السلطان الرب يسوع أعطاه للتلاميذ مكتوب اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون عندما أرسل يسوع المسيح التلاميذ قال سلطانا أعطيتكم أن تدوسوا حيات وعقارب وكل قوات العدو لا تضركم وعندما ذهبوا للإرسالية رجعوا بفرح وقالوا ليسوع حتى الشياطين تخضع لنا باسمك مكتوب عن يسوع يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيراً ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس لأن الله كان معهم أحباء جاء المسيح ليحرر جاء المسيح ليخلص جاء المسيح لينقذ النفوس المعذبة المنهدمة فالمسيح هو المحرر الأعظم جاء المسيح لينقذنا من نتائج الخطيئة ومن سلطان الخطيئة ومن سطوة الخطيئة لكي يحررنا ويقودنا إلى الحياة الأبدية أليس عجباً أن المسيح يحرر إمرأة ربطها الشيطان 18 سنة في مكان العبادة أليس عجباً أن المسيح أخرج هذا الروح النجس الشرير في مكان العبادة أنا بصلي أنه كنائسنا تتقدس والمؤمنين تتقدس وأنه الله يبتدي يصنع أمور عجيبة في حياتنا لأنه بدون قداسة لا يمكن أحد أن يرى الرب وتذكر دايماً أنه الله أعطانا سلطان أن ندوس الحياة طبعاً من ناحية روحية والعقارب وأنه ننتهر الشياطين والأبالسة في اسم الرب يسوع له كل المجد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر